المسهل الخير من الجديد نكمل معكم وهلأ وصلنا لفقرة الموضة والأناقة الفقرة المحببة أننا احنا وأكيد عند بعض من المشاهدات بننرحب البداية بخبيرة الموضة والأناقة مها كيالي أهلاً وسهلاً كيف حالك؟ عجبتي أهلاً وسهلاً عجبك الترحيب اليوم؟ كثيرًا، نعم تتطوري اليوم بدنا نحكي عن إطلالات المشاهير في النسخة 92 لحفل توزيع جوائد الأوسكارز مضبوط يلاً، بل شيء، ما تريدك تحدثنا؟ بدنا أقول بالجمع الإطلالات، مثل معظمها، دعنا نقول أنا بالنسبة لإلي لقيتها أن الفساطين جميلة، الأطلالات جميلة، جميلة بصراحة، الإشيال كمان حلو أنه تظهر على الأجسام بهذه اللبس الفضول تصير تقولي، كيف عام؟ أمتك أنه عام؟ حكراً لديه عام؟ أدرى ها أورد تكتشفي أن أحلى الأجسام بعمر 46 و 48 و 50 50 وما فوق فبنا نقول لكل المشاهدات حبيباتنا انه الاعمار مع الستات صارت ادمى بس مجرد رقم مجرد رقم و الكسم بحلو عمار طبعا مية من مية الله يسامحك الله يسامحك نبدأ نشوف الصوات شليل بلش يشك اوكي شو هالبداية هاي الصراحة ما منقدر ما نبدأ بيسرى لانه يسرى اول ممثلة مصرية عربية بتكون بلجنة التحكيم بالاوسكارز فهذا فخر صراحة لكل العرب يعني بترفع الراس والاطلالتها وفسطانها لفتت انظار بشكل عجيب على الريد كاربر الفسطان لازم تحزروا من مين الفسطان زهير مراد برافو لانه حكينا انه زهير مراد عمل اللاين تبع عن الفراعنة عرفت شو تلبس عشان يعني سوجي فخرها بكونها مصرية وبالديزاينر عربي زهير مراد لبست هذا الفسطان انا برأيي صراحة اعطاها جمالية في الكسم كتير الفسطان لهك مناسبة ما بيقدر يكون اروع ولا احلى من هاي اللوك والاطلالة طريقة الاكمام هدالة الاكمام كيفو هي ماشية تستير الفسطان مسكر بطريقة صح مناسب لعمرها مناسب لجسمها مناسب لكل اشي بصراحة بياخد العائلة الفسطان راكب عليها بالزبط صح طبعا هو الفسطان اذا بتتذكروا لما شفناه قبل فيه تعديلات بتنعمل عملت لكسمها كان مفتوح اكتر من عند الخسر وهيك ولكن الفسطان جدا انا لقيته من الفساطين اللي فعلا بتقولي فسطان مضبط صح ابدأت كارف جلن الفنان العظيمة يسرى منوجه لها تحية كتير كبيرة اكتر نشوف السورة اللي بعدها سكارلت جوهانسون سكارلت جوهانسون سكارلت جوهانسون عمنا استفسار هلا كان هلا احنا علقنا تعليق هلا بنرجع منحكي فيه فسطانها كان من دار ازياء اوسكار دالارنتا الفسطان كان صراحة من الفساطين اللي كمان كتير كتير حلوة وملفتة فيه توتشز هيك راقية كتير الفسطان كان لونه على نود هم حاطين عليه انا لقيته هيك الشامبين اكتر الشكل اللي فيه كان بالخرز الفضي ونازل على ظاهرها بطريقة كتير حلوة عشان تورجي كمان لفت نظر على التاتو اللي هي عملته على ظاهرها اللي اظن بيحمل اسم بنتها انه روز سامتين يعني له معنى بالنسبة ليلها وهي كتير عندها تاتوز صراحة انا مش من محبين التاتوز كتير ولا بلاقي انه بيحل اللبسة بس بالطريقة المعمول فيها حسيته انه طالع حلو والفستان كتير انيق وكتير حلو صحيح وهي كانت مرسحة 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 للاوسكو عندورها كافضل ممثلة يعني هي من اكتر الممثلات المحبوبات ومعروفين ومعروفة بجمالها وبجمال كسمها يعني خيريا نحكي بس شو حكينا احنا شاكين شاكين انها حامل شاكين عم بيقولوا قد تكون بس ما اجات هي ما يعني ما انكرت بس ما تكون مراحل مبكرة اللي سبكيت تحقيق صحيح اللي وراء نشوف السؤال بعدها فليز فناليبي كروز بشانيل لابسة فستان من دار ازياء شانيل الفستان هلأ هو شانيل وحل الفستان عليها بس انا ما لقيتهم من الاطلالات اللي كتير متت عليهم بصراحة هو الفستان ما اخوذ من كولكشن قديم كان معمول زمان حسيت فيه احيان اوكي فبتقولي اول ما بتشوفيه يعني ما بدها كتير تحفيز مبين انه شانيل انا حسيت شوية البلت اللولو على الخصر ما حسيته راكب بالطريقة المرجوه مش هيب صحيح حسيه شادد شوي من عند الجناب ونازل من الاطراف مش ماشي مع قصة الخصر الفستان ما بعرف ازا كانت مقصودة ولا هي ما التبس بالاخد بالطريقة المرجوه او البوز والتصوير اجا بلقطة مش كتير صح هذا كان اعتراضي حسيته زي كأنه ملزق تلزيق اطعم مش ماشي مع الفستان ساحل فيه مكان فيه مسحسل عليها الخصري كنزل انا حبيته انا ملاقيته كتير حلو يعني هو شانيل بالاخر اكيد انتي زوائق صحيح بس بقولك انا مش كفستان لقيت التتشوبس بالاخر فيه هيكه يعني اشياء صغيرة كيف عاملينه هيك البلون المقلوب من جوله هيكه من قدام حسيت هدال تماشية ومش ماشية معاي زي ما انا بحب على الفستان مش ما في شك ان فستان راقي وفستان امرتب كتير بس بقولك انا اعتراضي كان اكتر اشي على اللولو المحطوط مش حسسته راكب على الخصر هل الاعداد كمان بيأكدوا علي بولولو هل هم تشبه لورينا؟ ولورينا اكيد كتير احلى كمانا يا صلاة يعني الوحدة بحاجة انها تسمع هيك حكي وهي حامل نشوف الصورة اللي بعث بيه شارلي سترون هذا الفستان معشوقة الجميع يعني بالزات طلال كل ما تطلع لها صورة بحس انه هو من مؤيدينها هي وسكارلت جوهانس هو المجمل مقدر نقول انه هي فعلا من الها معجبين كتير الفستان من ديور الفستان حلو هي جميلة ولكن انا كمان لتعليقاتي من رب تكون بلا داعي حاس الفستان شايفينه ما حسيت فيه اشي out of the norm حسيته فستان مرتب كتير اكسمها جاي كتير هي لبست معاه هذا العقد اللي تقيل كتير ولفت النظر على العقد بيرفع الشعر بهاي الطريقة الحلوة ورجت مرامح وجهها الجميلة ولكن الفستان مورجي كسمها كتير حلو هو الفستان يكسمها بس الفستان تقدري تقولي انه فستان ما فيه اشي كتير خارج عن المألوف بس حبيت شغلة انتي مرة كنت تحكي لنا اياها كمان كيف عملت الكتف وكتف نازر بيان وكتافها شوي اصغر لانه هي كتافها شوي اعراض طبعا طبعا نشوف الصورة اللي بعدها بليز هي طويلة كتير كتير شو رأيكم بهذا الفستان حلو كتير بالنسبة لي انا كتير بحب هذا الاشياء انا لقيت الفستان مناسب لكسمها اظهروا جمالية جسمها بطريقة مدروسة بطريقة صح الفستان من ارماني شعرها معمول بطريقة مناسبة كتير للفستان حاطة خاتم كبير على ايدها فاستخنت عن انها تزيد اي نوع من الاكساسوري الثاني او الجولوري الثاني لانه لفت النظر لفتت على الاطعة اللي هذا دايما بقوله لما يكون عندك اطعة تمينة او اطعة محبذة او اطعة غالية على قلبك ما تكتري من الاطعة الثانية لانه بتضيع التركيز عليها صح دايما جسمها لعمرها تانكيو جسمها لعمرها بدي عشرين سنة رياضة يوميا ما بصير هيك يعني هدول شوي اقسامهم صراحة ما بنا نحكي فيهم نشوف الصورة بس بدي اعنوه انه ريني زولبقر هي اللي ربحت جائزة افضل ممثلة عن دورها بفيلم جودي ف يعني مبارك لها خليل البرك ناتري بورتمان هذا الفستان عمل ضج كتير كبير هو من ديور لانها تعمدت انها تعمل بالامبرويدر بالشك اسماء اللي 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 اللهم بالفيلم ميكينج من السيدات اللي اللي اللهم بشو بسموا انتاج اخراج اخراج الافلام اللي ما عليهم ضوء كتير فهي حست انه هي بده تلفت عليهم نظر بهاي الطريقة اللي هي عملتها انه من دور ازياء ديور من دار ازياء ديور عملوا الكيب وطرزت عليه بالتطريز اسماء السيدات اللي هي حبت تلفت عليهم نظر تحس انه خربت اللوك بطريقة نعمة بس اثارت فضول فصار فيه حكي اخده وعطى فصار علي لف نظر لرينة مشبه توابنا العربية هي تذكرني بتوابنا بصراحة اللوك كلياتها انا كمان حسيتها قد تكون لديزاينر عربي اكتر من انها تكون لدار ازياء جوار صحيح صحيح حلوه صحيح كندس اللي هي احدى عرضات ازياء فيكتوريا السيكرت اظن انبين من غير منقول انها من عرض واضح جدا واضح كتير هالاوتفيت اللي لبستها من زهر مرعد هو عبارة عن شورت اوكي وفوقه الترين او الديل او غض النظر انا لقيته من القطع اللي جدا 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 جميلة الديتيلز فيه من كل الشقات حلوه كتير بيان كسمها ومناطق الجمال ما عند الخسر كيف معمول بطريقة محزمها بطريقة حلوه كتير وانا مرات الترينز تتذكروا دائما بقولكم بكونوا مقطوشين او مغمولين بطريقة مش حلوه هذا تعمدت احط صورتين واحدة من قدام كيف شكل الترين ادي زابط والبطانة تاعت الديل من قدام ومن وراء اديش الشغل كتير حلو وطريقة كيف الفيونكا على الكتب وبتلحقها واحدة تانية على الخسر بالجهة المغايرة فالديتيلز بهاي القطع انا لقيتها من القطع اللي كتير عجبتني ولا اشي فيه غلط ابدا بجانبه مع هكذا كمان بصراعة واللون والكسيم والمكس اوف ماتيريال طريقة ما حسمه مع طريقة الشعر والصيغة التبسط وكله انا بلقيها من الاطلالات الرائعة لون الفسطان على لون شعرها عشاء كتير طالع صح جين فوندا لابس فسطان من الي صعب وتعمدت ان الفسطان هو فسطان لبسته قبل ست سنين وعادت احياء الفسطان وقالت ان الفسطين من عملت عشان تنحط هيك فسطين ثمينة من عملت عشان تنحط وتلم غبرة يعني فرجعت عادة الفسطان وعادت وشرت الكوت الأحمر وقالت تعبت وهي تدور تلاقي كوت بالبق للفسطان وكان هي عم بتقول انه هذا اخر اطعة ملابس هي رح تشتريها بحياتها يعني اللي اعطيها طوط العمر وتغير رأيها بس استيتمنت هيك طالعا بتقولي انه بس الفسطان حلو مرتب ولونه كتير حلو وزابت عليه كتير وشعرها احد ساعات وساعات طويلة يحصلوا على لون هذا الشعر وهي القصة وهذا التسريحة لهذه المناسبة بس الاطلالة صراحة لعمرها وللوك انا لقيتها جدا ناشا كتير وجسمها مش طبيعي مئة بالمئة هذا اكيد شايفينه طبعا شفتوه بسرعة ان طبعا كاي واشنطني خصوصا بحضرونه سلسلات رح يعرفو انتي من محبيها انا بحبها كتير فسطان ها هو مش فسطان هو اطعتين خلينا نقول ورجناكم يا بالحلقة اللي قبل للمبدع زهير مراد طبعا زهير مراد الملفت للنظر بالاوسكار كان انه مكتسح وبجدارة يعني انا اتعمدت اورجي الصوت قد ما منقدر نمرق ونورجيهم لانه تقريبا 11 فسطان او اطفت التبسوا من عند زهير مراد وهذا العدد يعتبر كتير كبير ما بالك انه ديزاينر عربي ديزاينر عالمي ولا اطلالة من اطلالاته ما بتلفت نظرك قبل ما تعرفي من هو فتروح بالدورة بتلاقي انها زهير مراد طبعا اللوك الفرعونية احنا لانه حكينا عنها حكينا هلأ يوسرا كانت تلابسي وهون اشكال الفراعنة كلياتهم بالشك معمولين بطريقة رائعة الجمال انا لقيته اخذ اصداء كتير عالية وبصراحة بستاهل لها كتير برضو زهير مراد تعرفوا قديش عمرها هاي كانت من الاكسام اللي خلتني ادور على العمر طبعا 46 سنة صغيرة 46 مراد مش عشان هيك يكون كزمة صغيرة 46 مراد مبساطة على الكسم انا ناهيك عن الفسطان بس اذا حدا عنده اولاد وبها العمر يعني اكيد بصراحة حتى هي لما تشوفيها بالاوتفت ستانين اذا لابسة قصيرة او هيك جسمها رائع وصراحة تعرفي بيحفزوا وبيحمسوا لانه احنا دعونا خلاص فوق الاربعين لا الست عم بتضلها جميلة بكسم جميل لأعمار كتير متقدمة وهاي مشاهداتنا بدي تركزوا على هاي النقطة وكلنا نشتغل على حالنا زيهم بعدين ترفي ايش كمان مراد يعني نفسية الست يعني كتير بيأثر عليها لما تكون عم بتدير بالها على جسمها حتى لو ما حصلت على هاي النتيجة بس فكرة انك شوفي انا بحس البنات بالتلاتينات دامن هي الربعيد الاربعين ماكلي همه انا دائما الجملة بظل اعيدها خدوها من واحدة بالاربعينات العمر حلو العمر بتصيري بتحبي حالك اكتر تحبي حالك اكتر تحبيتك اكتر جسمك وشكلك مش شرط انه يروح للأسوأ ايمو هذا المعتقد القديم من العقل وهي اثباتات عم بتكون عندكم اثباتات حية يعني نشوف الصورة اللي بعدها عالقي بدك تحكي اشي برضه كتير غريب وكتير حلو انا لأيته كتير حلو حبتي كتير الفسطان جدا زهير مراد تلك انا اتعمدت احطهم لان حتى من التعليقات عم بشوف لما حكينا عزوهير مراد قالوا ضيعتوا حلقة كاملة عم تحكوا عن زهير مراد اكيد اقل ما فيها زهير مراد مش زهير مراد يعني زهير مراد لما نحكي عن زهير مراد للمشاهدين اللي ما بيعرفوا في عمالقة مو عشان الاسماء عربية تستخفوا فيهم هدول عمالقة مصممين الازياء العالميين احنا نفتخر انه يكون عنا عرب بيطلعوها الادة والدليل مش رأيي الشخصي ولا رأي زميلاتي احنا عم نفتخر بالاوسكرز 11 فسطان اللبس من زهير مراد نحن نحكي عنها ضيعتنا حلقة احنا اذا اشي احنا كسبنا حلقة لأربية طبعا نشوف الصورة اللي بعدها كيم زي دايما تثير الجدل دايما بطريقة لبس هوداية من مجمعين الفنتج درسز او الفساطين القديمة اذا بدنا نعرّب الكلمة هذا الفسطان من الكساندر مكوين وهو هذا الفسطان في منه اثنين واحد لالها وواحد بالمتحف موجود هذا الفسطان له اهمية ويعتبر فسطان اهم فسطان بالقرن الواحد وعشرين ليش؟ هلأ ما تسأليني كتير ديتيلز ليش؟ هلأ رح اعرف اول ما اخلصنا انا انا عصدي ما بدي اضيع كتير وقت اعطي امفسز على اشي عشان ما ناخد هيك بس صراحة انا برأيي المتواضع انا اصلا شكلها لكم بلا ايه كتير صار مبالغ فيه بس عم بقول كمان انه اللي عندها بتحس دفويات معينة بجسمها ايموا فكرة الدفو لانه الدفو اللي كنا نعتقد انه دفو الناس صارت تفتخر فيه وصارت تعمل عمليات عشان تحصل عليه فكل واحدة تحب حالها بالطريقة اللي هي عليها لانه فعليا بس الشعور انتي شو حاسة الناس بتشوفك زي ما انتي حاسة اوكي اوكي تحصل عليه لاورا درما اخذت جائزة سبوطيك اكترس مية بالمية فسطانها تشكرت كثير عليه عليه عرماني اللي عملو لها هذا الفسطان الفسطان كان من الكروشي زي كأنه من فوق ومربطين ونازلين الخطان حبيتين انتي الفسطان بصراحة لو انها ما فازت عادي اقول عيب هيك اقول عالهوا لوما انها فائزة بالاوسكارز دفنت لي هذا الفسطان مش من الفسطين اللي انا كان اخترتها وبستغرب إنه هذا الفسطان يكون من دار أزياء أرماني أنا لقيت الفسطان ولا معطي تكسيمة فضيعة والألوان باحتة وطريقة الشعر ما حسيت كتير موفقة ولا اللبستيك ولا الميك أب الإطلالة أنا مش من الإطلالات اللي أعجبت فيها ولكن كان لازم نحطها لأنه هي من الفائزات بالأوسكار دفنت لي كان لازم نحطها ثم هابدا نوأنا هي ربحة جائزة يعني دورها عن فيلم ماريج ستوري بدور باست سبورتنج أكترس يعني دور مساعد عب أشتغل دور مساعد دور مساعد دور مساعد أوكي نشوف الصورة اللي بعدها بليز مين سلما حايك سلما حايك أثارت الجدل بهذا الفسطان بين مؤيدا ومعارض أنا أبدا ما حبيته أنا معارض وقالوا إنها عطت حالها طول ونحضة كبرت وتعمدت أورجي إنه هو الطول اللي حصلت عليه من الكعب الطابل تاني اللي لابسته الفسطان والحذاء من غوتشي إنتوا لقيتوا حالكم معارضيين أنا لقيتهم يوترل يعني ما بقدر أقول إنه ما حبيته بس برجع بقول من الإطلالات اللي صورنا شايفينها كتير بطريقة هدالة الكتف والكم اللي حكينا عنها حتى كان اللي صعب عاملها من سنين اللي بنزل حسيته كتير معاد الساندلز من غوتشي شايفينهم كانوا عمليهم على حذاء مسكر إذا بتتذكروا قبل كم سنة وهلأ صاروا على ساندلز ما حسيت فيه إشي ما حسيت إشي ما حسيت إشي إنه كنا شفناه أحلى يعني كان بيان أرتب شوي إنتي الشعر اللي دائق على عصبك؟ كله هيت عجب والبقر في شئ إيش أنا من الفساطين اللي قيتها عادية بصراحة برجع بقول إنه الدزاينرية العرب كانوا بدعوا أكتر من أي دزاينرية بالأوسكارس طولت عليكم؟ لا بس دو أعلق شغلي أكتب يبين عليه كتير لاحظت شغلي بالجوائز كذا جائزة من اللي عرضناهم بحلقتنا الأخيرة إنه غوتشي عم بيكونوا تصاميمه مش عم تستهوينا خلينا نحكي مؤخراً يعني الأصفر اللي حكينا عنه المرة الماضية هاد حتى في فستان تاني كان لبسته ممثرة أنا ما بحبها يعني كمان من الممثرة اسمها غالغاوت بدون ذكر أسمانا ما نقول إشي سلبية ما أحبها يعني ما أحبت كمان فستاغا كان بوشي يعني ما عم بحب فساطينهم مؤخراً شوفي أنا جملة برجع كمان مرة برجع بعيد أظن المشاهدات صاروا متعودين علي أنا بصراحة بعد ما تعودنا على ستاندرد معين من الفساطين الصهراء والأوت كوتور للديزاينر بالأصح اللبنانيين صارنا نلاقي أي شي تاني نلاقي كتير بسيط ومعيود لأنه صراحة الفن اللي عم بطلعوا فيه والتجديد اللي عم بطلعوا فيه وعدم الإعادة بالموديلات عم بتخلينا رفعت عنا التقييم يعني صار كتير صعب أنه نرضى بإشي أو ننبهر بإشي من الأشياء اللي كنا زمان نلاقي واو صار الواو فاكتر عنا ما بنحكى إلا لديزاينرية قياسنا صار عالي فتر يعني يمكن عم نظلمهم بس بصراحة أنا بلاقي حتى يمكن المشاهدات من تعليقاتكم بحب أسمع أنا بحس بصراحة أنه عم نتفوق عليهم بالأوت كوتور بمراحل يا بالمئة أعطيك ألف عافية يعني خلصنا ختمنا موسم الجوائز خدس مع الأوسكارز تنرجع هلا لحلقاتنا لأرض الواقع لأرض الواقع ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة